مطروح اللي قالوا ان هم بيعانوا محافظة مرسى مطروح في مأسايا بسبب موضوع المية الوضع تضم صعب جدا جدا. المية بتقطع. المية ما بتجيش. المية بتقطع. المية ما بتجيش. الموضوع فعلا بقى صعب جدا. وانا بصراحة ما كنتش متخيل ان الموضوع هيبقى بالسرعة دي. او بداية الملء الخامس هم لسه ما بتقطعوش يعني. بس الحكومة عاملة حسابها وبتقطع على المية من دلوقتي. هو معلش يعني المية اللي بتقطع على مرسى مطروح دي. طيب وراس الحكمة. اخبرها ايه? يعني هل المية بتقطع برضو في راس الحكمة بالشكل ده? ولا ايه اللي هيحصل? هل المية دي انتم بتوفروها? الراس الحكمة? ما يصبح الراس الحكمة احنا عارفين. الناس مكيشة. فمش عايزين يعني ينأثر معهم في موضوع الخدمات. طيب ده جزء. طب هل الموضوع العلاقة بسد النهضة والملء الخامس? وان خلاص هيبقى فيه عجز ماء في مصر? برضو عايزين نعرف. فياريت حد من الحكومة آآ اللذيذة الرشيدة اللي هي المقالة واللي هتيجي بعد كده. يطلع يقول لنا يا جماعة آآ الناس دي وضعهم ايه? والمية بتقطع. الفترات الكبيرة قوي دي ليه? وما يشبه حد دي طارك لأ ده ما فيش الكلام ده بس هو بعض المناطق والكلام ده كل. ولا ده تخفيف احمال مية. يعني عايزين نعرف بقى. ولا انتم هيبقى كمان عندنا تخفيف احمال في المية. طيب محتاجين نعرف. يعني اقولوا للشعب زي ما صارحتوا الشعب الموضوع تخفيف الاحمال اللي استوانا المشروحة اللي خلاص الشعب اللي بسها عرفونا هل هيبقى فيه تخفيف احمال في المية الفترة الجاية عشان بس يعني ايه ما استبقى عملا حسابة. وهل تخفيف الاحمال في المية ما تقطع خالص ما نجيش? فانيعرف.